كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن إحالة 64 قضية تستر تجاري إلى نيابة العامة منذ بدي حملة التستر التجاري في 2021 بعد تنفيذ 1305 زيارات للمحالة التجارية وبشأن التلاعب بالأسعار فقد بلغ عدد الحملات الرقابية 32 حملة لمختلف محافظات مملكة البحرين وبلغ مجموع الزيارات الميدانية 2421 زيارة فيما بلغ عدد الشكاوى الواردة لإدارة التفتيش 1203 شكاوى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بمخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك وتم غلق عدد 27 محلا مخالفا غلقا إداريا وأكدت الوزارة أنها تعمل حاليا وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على تطوير النسخة الثالثة من نظام السجلات التجارية سجلات بهدف تسهيل وزيادة سرعة الوصول والتقديم للخدمات وسهولة التعرف على الإجراءات والاشتراطات وسهولة متابعة المعاملات وإدارة السجلات التجارية